وينضم إلينا من عمان سيد عمر محارمة المحلل الاساسي سيد محارمة رغم إقالة حكومة الملقي ورغم تعهد رئيس الوزراء الجديد بإجراء حوار مجتمعي بشأن ضريبة الدخل لم تهدأ الاحتجاجات هل باتت الآن الأزمة أزمة ثقة ما بين الطرفين؟ نعم صحيح لو لم تكن أزمة ثقة لكان إقالة حكومة الملقي كفيلة بنزع فتيل الأزمة وأعادة الهدوء إلى الشارع لكن من الواضح أن الشارع لا يثق بقرار الدولة بشكل عام لذلك هو مصر على البقاء في الشارع حتى فرض تلبية مطالبه نعم ورغم ما جاء في كتاب التكليف السامي لحكومة الدكتور عمر رزاز والتوجيه المباشر من الملك بإعادة النظر بموضوع قانون الضريبة والنهج الاقتصادي بشكل عام وما جاء على لسان الرئيس المكلف اليوم بإعادة النظر في القانون بحيث يبتعد عن النظام الجبائي لكن لا زالت الاحتجاجات في الشارع متواصلة وهناك مطالب تتصاعد يعني لا أحد يفهم من أين تطرح والمؤسف أن الشارع ليست له قيادة ظاهرة للتفاوض أو الحديث معها طيب من ناحية مسألة التفاهم يعني على الجانب الآخر لي ماذا يتفهم الشارع الأردني والنقابات الضغطات الاقتصادية التي تتعرض لها الحكومة لسيما اشترطات صندوق النقد الدولي أو دور الظرف الإقليمي مثلا الذي تمر به البلاد أيضا الأزمة أزمة ثقة هذا الحديث عن الضغط الاقتصادي والظروف المحيطات يعني سمعوا الناس من الحكومة المستقيلة ومن الحكومة التي سبقتها عندما اتخذت قرارات اقتصادية كانت صعبة على المواطنين وقالت أنها تتخذها تحت ضغط الظروف وأنه لا بديل عن اتخاذ هذه القرارات وأنه سنخرج من الأزمة بعد هذه القرارات لكن الناس وجدت أنها تحملت وصمتت لكن الظرف استمر والتفاقم المديونية تتزايد عاما بعد عام الوضع المالي للدولة من سيء إلى أسوأ وتحمل الناس لم يفضي إلى نتيجة إيجابية على الاقتصاد لذلك هم لا يثقون بأنه حتى هذا القرار أو قرار متعلق بالضريبة ضريبة الدخل سيفضي إلى انفراجة في الاقتصاد يعني نعود لبداية حديثك هناك أزمة ثقة يعني طيب الآن أمام هذه الأزمات المتلاحقة سواء في الشارع أو ما بين الطرفين ما هي خيارات الحكومة الجديدة لتجاوز أزمة ضريبة الدخل في أعتقادك في ظل هذه الضغوطات في الشارع الأردني؟ اليوم يمكن قانون الضريبة لم يعد هو الأزمة لأن الحديث أصبح واضح وصريح وهناك تعاهدات من مجلس الأمة بشقيه مجلس النواب ومجلس الأعيان برد القانون مثل ما تحدثت هناك مطالب تتفاقم هناك مطالب إضافية زادت خلال يعني يوما بعد يوم تزيد اليوم الهتاف بالشارع كان بسقف مرتفع جدا ومس رأس الدولة وهذا مؤشر خطير على أن الاحتجاجات بمرغم كل ما جرى حتى الآن بدلا من أن تتراجع بالعكس هي تتزايد وصقف الهتاف فيها يرتفع شكرا جزيلا لك من عمان كنت معنا سيد عمر محارمة المحلل السياسي اشتركوا في القناة